تيما كرافت سأحاول فرجي كمين طريقة هاي حتحتاجه ماء لونه أبيض يكون سيدة عشان الألوان يتبين ماء الباكئ يكون بلاستيك عشان هنوسخ نحن بالألوان والماء اللي بيقلبه تكون شوية فترة و جاية من الأنيني أو من أنينة شرب ليس من الأنينة الحنفية أو الماء التغسيل بدك تكون ماء الشرب عشان ما يكون فيها كميكولز ممكن يأسروا على الألوان اللي سنضعها في الماء كمانا حنا نحتاج مناجير أو نيل بالش البراند اللي انا عموزه هون هيدا اسمه سالي هنسون براند هيدا هيدا معناتوا انه بس تحطوه بقلب الماء حي يفلوش أو حي يمشي بالماء لا يعمل معنى الرسمي كمانا انتو فيكن تجاربوا انواع تاني من النيل بالج بس انا لقيت هيدا اكتر شيء مناسب للحام كمانا هنحتاج التوثبك عشان نرسم القلب الماء الديزاين افضل ان يكون عنكم اكتر من شيء 2-3 توثبك هيدا 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 انا عادة انا بروز واحد شوية ثق او شوية هيدا 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 بدي افتح انا النيل بالج هيدا شوية هيفتحهم بس ما هيفتحهم هيكي بقى خليهم هيكي عشان بدنا نشتغل بالماء كتير بسرعة و بس نشتغل هن هتشوفوا معي بدنا نحاول ما ينشف أسوأي كذلك سأضع أول ضرب أضع ثاني ضرب بقلب الأزرق الوقت لا تنزل معايدة نزلها حسنا الحلوه انه بهايد البروجيكت انه مش ضرورة تكونوا كثير او يعني يكون عنكم هاد هاد اش بقولولا انه تكونوا جرسمين حتى ترسموا اي احد هنفيه يرسم و فيه يلعب بالانوان تطلعك او شي كثير حلوه شايفين كيف يمشي بالماء هذا اللي كان قصدي فيه انه مش كل الانواع من النيل فالش او من المناجير او من المناجير اللي سيمشي بالماء منهم بيلاقون بيكونوا بطير سماك بينزل النقطة بما بتفلش ارجع حط هيك شوية اقفيت من المناجير اللي سابقه كيف ترينه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أحاول أن لا أخرج لبرا عند الماء لا أكون اللون قريب من الثاني إلى الثاني أقوم بعمل وردة جميلة عندما يمشي معنا الـ Nail Polish نحاول أن نساوي على الثاني لأنه يكون ينشف الثاني إلى الثاني لأنه يبدو أن ينشف لذا سنعمل باللجوء أكثر بعد عندي واحدة أحاول أن أجل هذه الماء تقوم بعمل تقوم بعمل تقوم بعمل الآن تأخذ الفنجان تقوم بعمل تقوم بعمل ليس أنه يكون 90 دقري تقوم بعمل نزلوه ثم تقوم بعمل 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 هذا يجب أن ينشف ثم تقوم بعمل تقوم بعمل ملاحظة مهمة السبب الذي لم أجد المربور يطلع كله لفوق لأنه يجب أن نشرب من الفنجان ولكن نكون ناكل أو نشرب أنه يضغر بني الفارش لكي تعرفوا بني الفارش ممكن يأتي مع الأكل و يسممنا لذلك هذه ملاحظة و تالي ملاحظة انه اذا غسلتوا ممكن اضغطوا بالدشواشر سيذهب لذلك اذا اضغطوا اذا اضغطوا كيف تخلوه تحافظوا عليه انه ترشو بالشي اسمه سبري ممكن تلقوه ب اغلب المحلات تعول الادهان او تعول البيانتينج تعول الارت حتى في مكتبات عندها اسمه varnish اضغطوا و اضغطوا و اضغطوا و اضغطوا و اضغطوا الانشاف و ساعتها بصير فيكم تخلو الالوان لا تخرب الالوان بس تغسطلو الانشاف اوكي سوف ارجع فرجكم هذا الفنجان هذا بعد شوية مش ناشط الالوان كل لونين بيعملوا ديزاين جديد يعني شغلي كثير ممتع انه بتشوفوا شغلات جديدة بكل ديزاين اوكي شكرا لكم هذا كان اللي حبيت ادم اليوم بهيدا الفيديو و ان شاء الله سون نحييت على فيديوز جديد و حلوين و فيهم ايدياس كتير حلوية خليكم عم تحت تشوفوني و شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم